بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نستكمل حدثنا عن الفانات element النهاردة نبتدي شابتر اثنين شابتر اثنين بعنوان general steps of the finite element method فيه تمانية steps مهمين جدا بالنسبة للفانات element وان شاء الله احنا هنستعرضهم في شابتر اثنين وهنبدأ نطبق ال steps ديات لل line elements زي الbeams والprocess والframes والframes والgrades وبعد كده ال 2d وال3d ال steps مهمة جدا ويعني المفروض ان احنا نفهمها كويس ولو نقدر كمان نحفظ ال steps وكده ده شيء طيب النهاردة هنحاول في المحاضرة اللي هي رقم 6 نحن يعني نتعرض لل steps من 1 لل3 وبعدين هنكمل ان شاء الله الاستيب رقم 1 بتقول discretize discretize and select element types discretize يعني ممكن نقول معناها divide divide يعني يعني نقسم يعني يعني نقسم المسألة الى elements الى عناصر وبعدين بنسمي العنصر بنقول هو beam ولا trust ولا frame ولا 2d ولا 3d ده الجزء التاني يبقى الجزء الاولان ان احنا نقسم المسألة الى عناصر وبعد كده نختار اسم العنصر يعني ندي للعنصر ايه نديله اسم اللي هو ال element type الاستيب رقم 2 ان انا بيبقى مطلوب مني ان انا افترض displacement function طبعا الستيب بتقول select a displacement function هي بتبقى طبعا اه اسيومد يعني الواحد بيفترضها وبالتالي هتكون approximate لان طبعا واحد صعب ان هو اه يفترض الشيء الاكزاكت فاكيد بيبقى فيه assumptions وكده فالفرض بتاعي في الغالب هيكون اه يعني فيه اه شوية تقريب فيه approximation وكده ال displacement function هي عبارة عن دلة الحركة اه الدلة اللي انا بوصد اوصف بيها اه ازاي ال element بتحرك يعني شكل الحركة شكل deformations بتاعت ال element الاستيب رقم 3 بعد ما 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 جبنا اه في الاستيب رقم 2 displacement اقدر اه اجيب من ال displacement اجيب منها ال strain وبالتالي في الاستيب رقم 3 بيقول define strain displacement يعني اعمل علاقة ما بين ال displacement وما بين ال strain انا عندي displacement خلاص موجود اقدر اجيب من ال displacement strain زي مثلا ما قولنا في حالة الترس او لو عندي part element وعليه تانشان فبيحصل استطالة فالاستطالة دي عبارة عن displacement فانا بقول ان ال strain بيبقى عبارة عن التغير في الطول اللي هو displacement على الطول الاصلي ازا انا نقدر اعمل علاقة او البار المنت بيساوي معاير المرونة مضروف في في الاستيب رقم 3 اه بيقول drive the element stiffness matrix and equations يعني هنقدر او في استيب رقم 4 اه اه احنا ازاي نجيب الاي element ازاي نجيب الماتريكس مسلا ترس اه بيم اه ازاي نجيب العناصر بتاعت الماتريكس وبعد طبعا لما بجيب الماتريكس اقدر بقى اكتب الاكوشن اللي هي ال b بتسوي الكيف دلتا يبقى المقصود بالاكوشن اللي هو العلاقة اللي في النهاية ان انا بربط اللود فيكتور يساوي الاستيفنس ماتريكس مضروف في ال displacement فيكتور اه بعد ما حصلت على الاستيفنس ماتريكس لكل element باقي كانت مفروضة جمع الايلمت مع بعضيها اه في الماتريكس واحده جميعا اللي هي او 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 وبرضه أقدر أطبق في نفس المعادلات اللي قال بي بتسوي كيف دلتا يعني المعادلة بي بتسوي كيف دلتا ممكن تبقى مناسبة للألمنت في اللوكال أكسيز وبرضه أطبق نفس المعادلة للمنشأ في الجلوبال أكسيز طبعا بقية الستيب بيقول and introduce الباوندر كونديشنز يعني بعد ما جمعنا الستيفنس متريسيز في الجلوبال ببدأ أحط الباوندر كونديشنز زي اللي عندي فيكسي تسبرت مثلا هحط الدسبلسمنت في X بسفر والدسبلسمنت في 5 بسفر هحط الروتيشن بسفر وهكذا خلاص أنا جبت الأوروال ستيفنس ماتريكس وعوضت في المعادلة بي بتسوي كيف دلتا في الحالة دي بيبقى مفروض بأننا حيل اللي هو الاستيب رقم 6 for the unknown degrees of freedom بيبقى المجهيل عندي طبعا زي ما قلنا في الفانات المنت هي عبارة عن دسبلسمنت فيبقى الدجريز of freedom اللي هي الدسبلسمنت دي المجهيل وأقدر أجيب المجهيل عن طريق أن أنا بنقى الماتريكس اللي هو الاستيب سماتريكس الناحة التانية بأن أنا بجيب الانفرس طيب أنا جبت الدسبلسمنت عن طريق أن أنا جبت الانفرس للماتريكس خلاص طالما عندي الدسبلسمنت معروف أقدر أجيب من الدسبلسمنت سترين أقدر أحصل على السترين لأننا عملنا علاقة في الستيب رقم 3 ما بين السترين والدسبلسمنت فلو انا جبت الـ displacement اقدر اجيب الـ strain عن طريق الرابط اللي بيربط ما بين الـ strain و الـ displacement طيب انا جبت الـ strain اقدر اجيب الايه اقدر اجيب الـ stresses لان برضو في علاقة بتربط ما بين الـ strain و ما بين الـ stress اخر خطوة اللي الاستبرى خم 8 ان انا المفروض بعد محلية المسألة ابدأ ابص على النتائج اعمل تدقيق للنتائج افحص النتائج هل النتائج مقبولة هل في اخطاء مثلا في المدخلات اصلحها اشوف المخرجات اشوف مثلا فين الاماكن اللي فيها deformations عالية فين الاماكن اللي فيها stress كبيرة اساس يبقى عندي فيه قرار انا ممكن اضطر عيد المسألة تاني ازود sickness شوية عشان اقلل deformations او يعني اعمل اي شيء اللي هي يعني ضخمة في مكان وكده يعني الـ steps اللي فاتت ديها احنا ممكن يعني نختصرها او نحطها في صورة مختصرة شوية احنا عارفين ان الفانات element method زي ما قلنا قبل كده يمكن في المحاضرة اللي هي اه لما عملنا مقارنة ما بين الفلكسابيلتي وما بين الـ stiffness احنا قلنا ان فيه two approaches في مدخلين او فيه طريقتين الفانات اللي متشتغل من خلالهم الطريقة اللي بقى فيها الفورسز عبارة عن مجهيل اللي بنقول عليها الفلكسابيلتي method والطريقة التانية اللي هي بتكون المشهورة شوية ويمكن البرامج كلها بيزد عليها لان هي الـ simple يعني هي بسيطة في الفورموليليش انا قدر ابرمجها بصورة ابسط شوية من من الفلكسابيلتي method لكن على اي حال سواء انا شغال او استيفنس فانا عندي الـ steps اللي احنا قلناها من شوية اللي هي التمانية steps لكن احنا هنعيد صياغة الـ steps دي في صورة ابسط شوية ويمكن العنوان بيقول the basic building blocks كأن الـ steps دي عبارة عن بلوك بلوكات كده وانا بحط بلوك فوق بلوك يعني كأن بحط الـ step الاولاني كبلوك وبعده الـ step الثاني والـ step الثالث يعني ده مجرد بس عرض ابسط شوية للـ steps بتاعت اللي هي الـ general steps اول اول step يعني هنا ممكن مختصرين شوية بيقول discretization معناها كأن في جسم وانا بقسمه او بقطعه يعني بحوله العناصر يعني كان جسمه متصل بعد كده تخيل ان معي سكينا مثلا وابدأ ايه اقطعه او اقسمه ايه لـ elements اللي هي في الاخر هاوصل في الاخر للفانات elements الجزء بعد كده اللي هو الـ interpolation الـ interpolation ده يمكن بيعبر شوية عن displacement functions ان انا بيبقى عندي انا عارف مثلا displacement عند النود رقم واحد ده ده trust ده عبارة عن two elements trust members عندي الـ element الاولاني واحد اثنين والـ element الثاني اثنين تلاتة فلو انا بسيت على الـ element الاولاني بيبقى عندي نقطة الـ x واحد اللي هي النود واحد بيبقى عندها حركة حركة اسمها u واحد لانا عارفين احنا طبعا trust بيبقى عليه axial load وبالتالي الحركة بتكون axial اللي هي في اتجاه x لو انا شغال local فبتبقى النود الاولاني عنده حركة قيمتها u واحد والنود التاني عنده حركة قيمتها u اثنين طيب in between in between بقى هحتاج اعمل حاجة اللي هيسمها interpolation ان انا اقدر من خلال new واحد ومن خلال قيمة u اثنين لو انا افترضت مثلا ان العلاقة لينيار هقدر ارسم الخط واقدر من الميل اقدر اعرف قيمة الـ displacement عند اي نقطة على الطول من البداية الى النهاية اذا الـ displacement functions دي عبارة عن دلة بتعبر عن الحركة اللي بتخص كل element وقدر اعمل interpolation اقدر لو انا عارف البيانات عند النود الاولاني وعارف البيانات عند النود التاني اقدر in between اجيب كل البيانات اللي هي بتخص deformative shape او deflective shape البلوك الثالث او الجزء الثالث اللي هو elemental formulation ان انا ابدأ اجيب الماتريكس للألمنت ابدأ اجيب stiffness matrix للألمنت وبعد ما اجيب الماتريكس اقدر احط الاكويشنز اللي هي بتعمل اتزان للألمنت يعني اقول مثلا ان البي بتسوي الكيف الدلتا لكن ليه للألمنت خلاص انا جبت لكل الماتريكس بتاعته كتبت الاكويشن بتاعته هعمل بعد كده assembly البلوك اللي بعد كده ان انا بعمل assembly ان انا بجمع الالم تكون لها على بعضيها في في ال global في في ال overall matrix او total matrix بعد الخطوة اللي بعد كده ان بابدأ احط ال constraints بابدأ احط البoundary conditions لو عندي هانج لو عندي fix it اه وفي نفس الوقت بحط اللودز اه الخطوة اللي بعد كده ابدأ اعمل الحل ابدأ احل المسألة عندي اه في ال overall او في ال global عندي في ال b بتساوي الكي في ال d اقدر انقل الكي النحية التانية بالinverse وقدر اجيب ال displacement اخر خطوة بعد ما جبت قيم ال displacement اقدر بقى استنتج من ال displacement الانفعالات وقدر اجيب من الانفعال الجزء الخاص بال stress هنبتدي دلوقتي ايه اه نمر على steps step step ونشرح بتفصيل اكتر لان طبعا الكلام ده مهم زي ما قلنا لان احنا لما هنبتدي بقى الشباتر اللي فيها ال elements زي ال beams وال thrust وال frame هنبدأ نعمل application لل steps دي بس كل مرة على element مختلف اول steps ما قلنا هي discretize and select element types discretize ايه ايه معنى كلمة discretize لو انا تخيلت ان انا عندي اه جسم اللي هو اه متلون كده ازرق واخضر واصفر واحمر وكان الجسم ده سليم يعني اعتبر ان الجسم ده كان قطعة ورق ومتلونة وبعدين انا جبت اه مثلا اه كطر ومسطرة وبدأت ايه اقطع الورقة ديت بس وانا بقطعها كانها بقسمها كده كاني برسم مربعة فعملية اه تقطيع او فصل الجسم اللي كان متصل الى العناصر صغيرة ده اسمه جاي يعني لفظ discretize معناه divide معناه ان الواحد هيقسم او هيقطع او هيفصل الجسم اللي كان اللي كان مستمر الى ايه الى الى عناصر منفصلة او يعني متقطعة وكده يمكن الدياجرام اللي تحت دوت اللي هو فيه كيرف والكيرف ده متصل وسي مثلا طلب مني ان انا احسب الاريا تحت الكيرف فانا بصلا ان المساحة او الاريا تحت الكيرف اريا متصلة وكده لكن انا عشان احسب المساحة بدأت اقطع الجسم الى مجموعة من المستطيلات طبعا المستطيلات بتكبر وبتصغر على اساس تبقى في النهاية برضو ايه وزن الكيرف يعني يعني تكون تقريبا يعني بتدي الشكل بتاع الكيرف وطبعا واضح ان انا لو صغرت المستطيلات عن كده كمان يعني لو قسمت المستطيل اتنين الشكل بتاع المستطيلات هيقرب من الشكل الحقيقي فمعنى او او كلمة discretize او discretization معناها كأن بالزبط عندي جسم continuous اللي هو الكيرف وانا عاوز احسب المساحة فبيبقى الحل ان انا اقسم او اقطع المساحة الى مجموعة من المساحات المساحة المتصلة اتقطعت في الاخر الى مجموعة من المساحات المتقطعة اللي هي ايه discret ويمكن هنا في يعني سؤال كده بيقول يعني كأني بقول ايه الفرق ما بين discret و continuous يعني معناها في استمرارية زي الكيرف كده مستمر النقط بتاعته كلها مش مستمرة لكن discrete معناها ان بقى فيه تقطع بقى فيه حتة وبعدين التانية اتفصلت عنها شوية واعلم وهكذا يعني ده معنى ايه discretize يبقى معناها divide يعني معناها قسم يعني معناها افصل الجسم اللي هو المتصل الى مجموعة من العناصر الجزء التاني من العنوان بيقول and select the element types المفروض نختار بقى ايه نوع ال element نوع ال element انا قطعت صحيح الجسم اللي هو الورقة المتلونة قطعتها المجموعة من العناصر و و و عناصر صغيرة وشكلها منتظم ومفيش مشاكل لكن في النهاية لو انا خدت عنصر واحد من العناصر دي بعيد كده اقول عليه ايه اقول عليه point هل هو شكل ال point ولا شكل ال line ولا شكل ال area surface ولا شكل ال volume طيب لو انا قلت خدت القران مثلا في مسألة ما ان العناصر اللي عندي على شكل line على شكل الخط طيب الخط ده او العنصر ده هسميه بقى trust ولا beam ولا frame ولا grid على حسب ايه انا الخطوة التانية بعد ما قسم انا مساكت سكينة وقطعت المنشأ قسمته الى مجموعة من العناصر الخطوة التانية بقول لو مطلوب مني ان انا حط ticket على كل عنصر هاوصفه بايه هاقول نوعه ايه هل هو trust ولا beam ولا ولا frame ولا هو planner يعني 2d element ولا 3d ولا 3d element نبدأ يعني تفاصيل اكتر عن الاستيب الاولاني اللي هو discretize and select element types يعني هنتكلم شوية والعنوان طبعا مقسوم لجزءين جزء اللي هو خاص بالتأسيم اللي هو discretize والجزء الثاني خاص ان انا بعد ما قسم لازم ادي لكل element او احط على كل element ticket اه مكتوب عليه الاسم العنصر المناسب ليه نشوف كده مكتوب ايه بيقول ليه divide اللي هي قلنا المعنى المقابل the discretize divide the body into an equivalent system of finite elements يعني قسم الجسم لمكافئ من العناصر مجموعة عناصر مكافئة يعني لو بصينا في الرسم اللي فات دوت ان انا لو كان الاول الجسم عبارة عن ورقة متلونة وبعدين انا اتعطاها القطع صغيرة وهتخيل ان انا يعني جيت خدت القطع دي بعدتها عند بعضيها كده وممكن واحد تاني يجي لم القطع دي ويرصها جنب بعضيها تاني هيوصل تاني في النهاية لنفس الشكل اذا انا لما بقسم بيكون العناصر مكافئة يعني بتدي system مكافئ للجسم اللي انا قسمته بقيت الجملة بيقول with associated nodes يعني ايه يعني كل عنصر من العناصر اللي انت قسمتها او قطعتها بيكون مرتبط بيه او معاه النود الخاصة بيه يعني لو بصينا بس على سبيل المثال في الرسم اللي قدامنا هلاقي هنا مسلا الشكل متقسم له مربعات كل مربع له اربعة نود خاصة بيه مرتبطة بيه والمربع اللي بعديه له اربعة نود وهكذا ولما برص العناصر جنب بعضيها يعني ارجحها تاني كاني برجحها لاصلها بلاقي ان فيه في النهاية ممكن يبقى فيه common نود نود مشترك يعني النود ده مشترك في الاربعة elements يعني هو جزء من كل element وبالتالي الاربعة بيتوصلهم عند نفس النود اذا انا اللي بقسم انا اللي بقسم المنشأ الى العناصر وبيبقى الجزء التاني اللي هو الجزء التاني من الستاب اللي هو select element types يبقى المطلوب مني ان اختار choose the most appropriate element type يعني اختار الطيب المناسب ماينفعش مثلا يبقى element that trust وراح اقول عليه beam او يبقى 2d واقول عليه 3d لا لازم يكون الاسم مناسب مناسب للألمنت زي ما نشوف فيما بعد المفروض ان انا استخدم يعني يقول use your engineering judgment يعني استخدم القصص الهندسية ويبقى فيه حكمة يعني وانا بحدد ال variation في element sizes يعني مش معقول انا لما جاء قسم جسم هقسم العناصر كلها قد بعضيها مش هيبقى size واحد لأ ممكن يبقى فيه خلاف size يعني ممكن يبقى فيه element كبير ممكن يبقى فيه element صغير size بيختلف اكيد فيه فيه يعني قيود بتبقى مفروضة عليها او فيه يعني شيء بيلزمني بيلزمني ان انا ما خليش العناصر كلها بنفس الايه بنفس size طبعا في النهاية خالص لما بقسم سواء كانت العناصر كبيرة او او صغيرة لازم ادي لكل عنصر الايه الطيب المناسب ايه المناسب لي مثلا على سبيل المثال لو انا مثلا عندي circular beam circular beam كاميرا دائرية وبعدين جيت اسمتها لاربع عناصر فاصبح عندي اربعة نودز فطبعا البرنامج هيوصل ما بين النودز فهتلاقي الكاميرا اللي كانت circular بتحولت لشكل رباعي ماينفعشي طب ايه الحل لا كان المفروض في الحالة ده هي ان انا مثلا ازود عدد النودز شوي وبدل ما الشكل يبقى رباعي كده يبقى سوماني او يعني كلما عدد الايه المنس هنا هيزيد كلما الشكل هيقرب من الدائرة لكن كلما عدد يقل اصبح شكل جديد اصبحت كأنها مسألة مختلفة تماما عن المسألة الاصلية اللي هي عبارة عن دائرة ماينفعش مثلا امثل الدائرة بمربع لا ممكن امثلها بمثمن مثلا شكل سوماني نفس القصة لو انا عندي سيمبل بيم وقسمتها لتو المنس عن طريق التلاتة نودز فالبرنامج هيطلع لي الديسبيل اسم انت عندي واحد والديسبيل اسم انت عندي اتنين وعندي تلاتة وبعدين هيوصل بينهم فالجزء اللي ما بين واحد واثنين ممكن ما يبقاش واضح بالنسبة لي في الاوتبوت فعشان الجزء ده يبقى واضح مثلا كان المفروض مثلا ان انا احط نود كمان في النص ما بين واحد واثنين وحط نود زيادة ما بين اتنين وثلاثة بحيث اللي هيطلع من الحال يبقى قريب من قريب ان الواقع نرجع تاني للألمنس بنقول ان بتاعت الألمنس هيحصل فيها تغير في المقاسات بتاعت الألمنس فيه ألمنس صغيرة فيه ألمنس كبيرة ويمكن ده واضح في الرسم اللي قدامنا عندنا فيه منشأ وفيه المنشأ ده واضح ان فيه ألمنس حجمها كبير او الصيز بتاعها كبير فبقول عليها لارج ألمنس وفيه ألمنس ممكن تلقاه صغيرة حجمها صغيرة فبقول عليها ايه سمول سمول ألمنس وهلاقي يمكن كمان فيه حاجة يمكن يعني جديدة شوية ان فيه ألمنس اللوش الألمنس الرباعي هلاقي النودز في الأركان فقط عنده أربعة نودز لكن فيه ألمنس شكلها رباعي برضو لكن في وسط كل ايج فيه نودز زيادة فبدل ما كان أربعة نودز بس أصبحوا ايه تمانية تمانية نودز هو شكله رباعي بس فيه تمانية نودز وفيه شكل تاني رباعي بس فيه أربعة نودز فعشان يفرقوا بينهم فقالوا ان الشكل اللي النودز بتاعته زادت اللي هي في وسط الأركان بنقول عليه هاير هاير أوردر هاير أوردر يعني مستوى عالي شوية يعني هو هاير أوردر بالنسبة للي ما فيش فيه نودز في 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 الاجز بتاعته يبقى اللي فيه تمانية نودز ده هو هاير أوردر بالنسبة للي فيه أربعة نودز طب ايه فكرة ان انا زودت النودز ان ده بيحسن الدقة ده بيحسن الدقة بتاعت الحال يعني ساعات هيبقى اللي الدقة بتتحسن اما ان انا صغر العنصر اواسب العنصر زي ما هو بس ازود عدد الايه النودز اضيف نودز الايه نودز اضافية اه في منتصف مثلا اه كل الضلع طيب ايه برضو الحكم اللي بيحكمني اه في ان انا اغير حجم العنصر من سمول مثلا للارج يعني هل هل مثلا ممكن في اماكن يبقى الايلمنت سمول اماكن تانية يبقى الايلمنت مثلا لارج اكيد طبعا لو احنا مثلا يعني بنقول سمول ايلمنت او او الايلمنت ستبقى سمول enough to give usable results يعني في اماكن بيبقى مثلا فيها تركيز في الاجهادات مثلا عندي في حمل ومركز موجود في منطقة عندي مثلا في فتحة موجودة في منطقة فبتبقى الاجهادات هنا متركزة شوية في concentration فببقى محتاج اعمل فوكس على الاماكن داية على اساس اشوف النتائج كويس فبالتالي بحتاج اصغر الايلمس فزي ما هو مكتوب كده بيقول ايه ان احنا محتاجين ان الايلمس تبقى small enough بدرجة كافية ان انا اقدر احصل على نتائج تكون نتائج يعني ايه معقولة او معبرة في نفس الوقت بيقول ايه برضو في نفس التوقيت ان الايلمنت ستكون large enough to reduce the computational effort يعني برضو اه ما هو فيه ممكن واحد يقول طالما ان العناصر الصغيرة بتحسن لي النتائج وبتخلينا شوف كل حاجة كويس تم انا بقى صغر العناصر كلها بتاعت المسألة ومش مشكلة والكمبيوتر بيحل ومعنديش مشاكل لا بس طبعا اكيد هتحتاج بقى حيز على الكمبيوتر اكبر هتاخد مجهود وقت اكبر فده تكلفة في مجهود وفي وقت وكده فاحنا بنقول ايه يعني ايه نخلينا معتدلين ايه نبقى ال element small بالدرجة اللي تديني نتائج ايه نتائج معقولة وقدر استخدمها وكده يعني وفي نفس الوقت يكون برضو ال element كبير بس مش بالدرجة اللي هي تخرب النتائج لا يكون كبير بحيز برضو ان انا اعمل ايه reduction او اقلل ايه الوقت او المجهود بتاع الحسابات ووقت الكمبيوتر والحيز وكده يعني ال large elements استخدم العناصر الكبيرة فيه بيقول can be used where results are relatively constant يعني لما يكون التغير في ال results يعني معدل التغير في ال results بسيط يعني ال results بتتغير كل فين وفين فالحادي اكبر العنصر لكن لو انا عندي التغير مثلا في النتائج سريع عندي بيحصل ضرب سريع مثلا في الاجهادات او في تركيزها فالميل الميل كبير بالنسبة لتركيز الاجهادات فالتغير سريع فبالحادي ما ينفعش اكبر العنصر لا لازم اصغر العنصر على اساس اقدر ايه اشوف التغير السريع في الاجهادات فال small elements وساعات بتبقى higher order يعني احنا زي ما قلنا ممكن استخدم عنصر صغير وممكن كمان يبقى higher order لو انا عاوز احسن الدقة كمان احط في منتصف الاضلاع بتاعته ايه اقنود زو كده فبيقول ان ال small elements وفي بعض الاحيان بتبقى higher order بتبقى مناسبة لما تكون ال results تغير في النتائج بيكون سريع بيكون ايه ال changing rapidly لما بيكون التغير في الاجهادات ال drop سريع فبحتاج هنا ان انا اقلل العناصر عشان اقدر اشوف التغير السريع دوت لما بيكون عندي مثلا change في الجيومتري يعني مثلا كان المسألة كان الجيومتري كبيرة بلعا كان فيها فتحة فالجيومتري قلت او عندي فيه support او عندي فيه concentrated load لما التغيرات اللي هي بفدي تغير سريع في الاجهادات بيبقى انا يعني بيلزمني ان انا اصغر العناصر وكده يعني يمكن فيه سؤال بسيط انا عندي concentrated load وطبعا عند ال concentrated load فيه two elements بينهم خط اللي هو ال common اللي هو بيبتدي من نقطة c طبعا انا كنت باقترح طب فيه مشكلة لو احنا غيرنا الحتة اللي انا عامل عليها cloud ديت وخليت الخط اللي هو واصل بين two elements اللي عند كانوا متوصلين من خلال الخط اللي بيبتدي بسيه ده انا اعكس ويبقى الشكل ده هل واحد ولا ولا اللي هو معمول اصلا هو الافضل يعني نحاول كده نفكر وطبعا يعني هنرجع للكلام ده والتاني قدام شوية ونبني نتناقش اي الوضعين احسن وكده نرجع بقى الجزء تاني اللي هو الخاص بال element type احنا خلاص قسمنا وقسمنا عناصر صغيرة وعناصر كبيرة وما فيش مشاكل وخلصنا التأسيم وانتهينا بيه وحولنا الجسم اللي هو مثلا كان continuous مثلا لديسكرت elements للمنت متقطعة او متوصلة وكده او حولنا التراث مثلا لمجموعة من الخطوط لمجموعة من العناصر او عندي جسم مثلا في 3D حولته لمجموعة برضو من العناصر اللي هي على شكل volume او على شكل 3D ال element type ده مهم جدا ال element type فانا مثلا قلت اول خطوة انا بشوف ايه المناسب ان العنصر يبقى خط ولا سطح ولا حاجم ده اول قرار طب خط قرار انه هو خط ابدأ اشوف ايه المناسب هل هو trust ولا beam ولا frame ولا grid لازم كده يعني القرار الاولاني اقول العنصر خط ولا سطح ولا حاجم القرار التاني خط قرار ان العنصر على شكل خط ابدأ اشوف هل هو beam ولا trust ولا frame وهكذا بالنسبة للعناصر اللي على شكل سطح طبعا احنا عندنا فيه نوعين اللي هو المثلس وعندي الرباعي اللي هو الكو ادراتيك اللي هو اربع ايه اربع اركان وبالنسبة طبعا للسري دي احنا عارفين ان احنا قلنا قبل كده عندي نوعين النوع اللي هو التترا هيدرال اللي هو زي الهرم اللي هو الرباعي وعندي السوداسي اللي هو الهيجزا هيدرال نبتدي كده يعني يعني احنا لسه بتكلم على نوع العنصر هنبتدي بال بالعناصر اللي هي اللي هي اللي هي هنقول عليه PAWR ELEMENTS أو lamb زي العادي زي زي يعني يمكن المسمة اه او او زي 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 طبعا اي element او اي جسم في الطبيعة حتى وان كان يعني انا بشوفه من بعيد كده زي الرسم اللي قدامنا اللي هو ال part element ده اللي هو وصل بالنود واحد ونود اثنين حتى لو شفته من بعيد كنلين لكن ليه cross section ليه cross section وبالتالي انا لما باجي امثل ال element القدامي دوت مع انه هو في 3d يعني اي element هتلاقي في النهاية هو في 3d لكن ممكن الاقي مثلا الطول بتاعه هو الغالب شوية الطول واضح انما ال cross section صغير اذا انا قرنته ايه بالطول فانا مجازا بقول عليه line او بوصفه كأنه كأنه line بس لازم ادي للبرنامج ايه يعني لو انا اديت للبرنامج ال line اللي هو ال center line بقى احنا طبعا بناخد ال center line فانا بمثل ال part element ده بخط بيوصل ما بين واحد وما بين اثنين لكن اقوم ال زائد ودي للبرنامج ال cross section سواء كان دايرة او مربع او مصطل او اي شكل يبقى يبقى ما ينفعش اعمل line بس لا يبقى line وبضيف له ايه بضيف له ان انا بدي له cross section طبعا احنا عارفين ان اي خط مستقيم عشان اعرف الخط مستقيم محتاج نقطتين اللي هي النود اللي في الاول والنود اللي ايه اللي في الاخر يبقى يلزم لتعريف ال line two points او two nodes اللي هي ال start والن لكن طبعا فيه درجات اعلى بقى ان احنا قلنا فيه حاجة اسمها higher order element higher order يعني ممكن ايه اجي اضيف ايه مثلا نود في النص يبقى ال element بدلا ما كان متعرف ب two nodes واحدة في الاول واحدة في الاخر لا ممكن يبقى فيه نود في النص طبعا في الحالة ده احنا طبعا عارفين ان اي curve عشان اعرف الكيرف لازم ثلاث نقط انما الخط بيتعرف بنقطتين يعني الخط المستقيم عشان اعرفه لازم نقطتين ووصل بينهم بيدين خط بالمسطرة كده لكن الكيرف لازم عشان اعرف الكيرف لازم يبقى فيه ثلاث نقط لان النقطة الوسطانية او التالتة بتبقى لازمة عشان الكيرف يمر بيها وكده المهم انا عندي مستويات برضو عندي فيه ان هو يبقى linear يعني خط لو هو higher order higher order وزودت بعض النودز ممكن بقى يبقى ايه معادلة من الدرجة التانية يبقى curve يعني دلة اربعية كوادراتيك مثلا ممكن يبقى cubic دلة تكعيبية وكده طبعا قدامنا عبارة عن space frame مثلا والspace frame ده في النهاية انا حولته يعني عملته عملت ديفايد يعني اسمته الى elements مثلا element 2 وال element 1 و element 3 و element 4 اسمته كله العناصر الجزء الاولان اللي هو discretize بعد كده باجي لكل عنصر وحط عليه label كده او كارت صغير اكتب على العنصر دوت نوعه ايه اسمه ايه beam ولا trust ولا frame ولا grid وهكذا نتنقل طبعا من ال one dimensional لل 2d 2d بقى مستوى اللي هو بنقول عليه planner element element فيه مستوى element فيه مستوى احنا قلنا في 2d بيبقى عندنا فيه نوعين اللي هو triangular اللي هو بيبقى عبارة عن ثلاث اركان اللي هو المسلس ممكن يبقى كوادراتيك اللي هو كوادر اللاترال اللي هو الرباعي الشكل الراعي انا طبعا ما بنقولش عليه بقى مستطيل ولا مربع لان طبعا ممكن ياخد اي شكل الزوايا ممكن تختلف فبنقول عليه شكل ايه شكل رباعي طبعا سواء كان مسلس او كان شكل رباعي بيبقى element واقع في مستوى اللي هو مستوى الورقة والاحمال بتبقى واقع برضو في نفس المستوى بتاع الورقة زي مثلا زي الديب بيم كده لو انا عندي ديب بيم بتلاقي الديب بيم رقصي والاحمال برضو واقع في نفس المستوى الايه الرقصي كله بنقول en plane كل واقع في نفس المستوى وبالتالي هقابلنا بعد كده في بعض الشباتر في حاجة اسمها plane stress نوع من المسائل اسمه plane stress ونوع تاني من المسائل اسمه plane strain لكن في النهاية ده plane وده plane يعني كل لحاجة وقع في مستوى المسألة وقع في مستوى والأحمال وقع في نفس مستوى المسألة طبعا لو أنا جيت على اللي هو السلاسي أو رواي وجيت ضفت في منتصف كل ضلع كده نود فبيديني بقى اللي هي المستوى الأعلى اللي هو بيحسن النتائج وبالتالي بيبقى يعني كأنه حاجة تربعية يعني كأن العلاقة ما عادتش خطية وطبعا واضح في الرسم إن ده مثال ومتقسم لألمنت والألمنت سكون لها النوع اللي هو السلاسي اللي هو التريانجولر وطبعا وضح فيه أماكن الألمنت فيها فيه فرييشن في الصيز بتاعة الألمنت في ألمنت سغيرة اللي هي قريبة من الفتحة في تركيز في الإجهادات بعد كده ببدأ أنقل بقى الألمنت السكبب يعني الأماكن اللي Gates اللي مفيش فيها مشاكل تبقى الألمنت الأماكن اللي عندها وعندها التغير في الجيومتري عندها ساب بورس بتبقى الام ستاعة صغيرة عشان بيبقى فيه كونسنتريشن في الإجادات فبتطر أعمل فوكس شوية عشان أقدر أشوف الأيه أقدر أشوف النتائج آخر حاجة اللي هو بقى إيه إننا نتنقل للسري دي إن الألمنت يكون في السري دي في السري دي أصبح المحاور الثلاثة موجودة أصبح الطول والعرض والارتفاع موجودين يمكن كان في التو دي كان بيبقى عندي الطول والعرض لكن السيكنس ملوش قيمة قوي السيكنس صغير مش باين فأنا بشوف الجسم من بعيد كأنه سطح لكن مش معنى إنه هو سطح أو أنا قربته السطح لأنه هو في النهاية له سيكنس يعني هو سري دي مش معنى إن أنا قربته السطح لأ يبقى لازم أقول للبرنامج كده قديله السطح وقال زائد إيه بقى وزود السيكنس أزود السيكنس زي ما قلت في اللايين ألمنت اديت له الخط ومزود عليه إيه الكروس سيكشن هنا هزود السيكنس في السري دي بقى مش محتاج أزود حاجة لأن الأبعاد الثلاثة أصبحت إيه موجودة وعندي طبعا النوع اللي هو الرباعي اللي هو الهرم يعني اللي هو التتراهيدرال وعندي السوداسي اللي هو الهجزاهيدرال وطبعا أنا هنا في السري دي وفي أحيان كتيرة بنقول عليه بريك إليمنت لأنه شبه يشبه قلب الطوب بريك إليمنت وطبعا ممكن برضو أزود عدد النودز يعني ممكن أجي في منتصف كل ضلعة وحط نود زيادة وممكن أجي في وسط كل سطح وحط نود زيادة ومعينه نفس الشكل السوداسي أو رواعي لكن ده بيبقى هير أوردر بيبقى مستوى أعلى بيحسن النتائج ممكن قدامنا صورة واضحة لجسم سري دي ومتقسم إلى العناصر في جزء مصيد برضو يمكن إحنا تكلمنا على البلين سترس والبلين سترين وعلى السري دي في حاجة اسمها أكسي سيمتريك ده طبعا هناخد شفتر كامل على الأكسي سيمتريك بس يمكن استكمالا للكلام يعني أكسي سيمتريك معنى إيه الكلمة نفسها أكس من أكسيز يعني من محور وسيمتريك معروف من سيمتري يعني يعني تماثل حوالين محور بيكون عندي فيه في المسألة تماثل تام في كل شيء حوالين محور تماثل في الأحمال تماثل في الخواص تماثل في الباوندري كونديشن تماثل تام في كل شيء وكأن المسألة جاية من دوران جسم حوالين محور تلتين وستين درج يعني لو أنا عندي خط مثلا ولففته تلتمية وستين درجة حوالين محور رأسي زيت هيقوم الخط ده يرسم سطح ولو عندي نقطة لو انا بصيت للنقطة اللي فوق دي ولفت تلتمية وستين درجة بترسم خط ويمكن الشكل اللي تحت لو انا عندي سطح على شكل مسلس واحد اتنين ثلاثة والسطح ده لف تلتمية وستين درجة حوالين المحور فهيرسم حجم فدي يعني يمكن بنقول عليها السطوح الدورانية ممكن اخدنا مثلا خزنات بنقول عليها السيرفيس كل ده اكسسيمتريك بس طبعا عشان الاكسسيمتريك ده يتحقق لازم يكون فيه تماثل في كل شيء الاحمال الشكل وكده نيجي بقى للاستيب رقم اثنين ويمكن هنقف شوية مع الاستيب رقم اثنين الاستيب رقم اثنين مهمة الاستيب الاولاني احنا قسمنا المنشأ لعناصر وقلنا اسم العنصر ادينا للعنصر اسم او طيب يعني قسمنا قطعنا المسألة الى مجموع العناصر وقمت واخد عنصر كده وقلت له مثلا او كتبت عليه انه هو مثلا تراص الاستيب رقم اثنين بقول الايلمنت ده هيتحرك ازاي هيمشي ازاي لما يقصر لودز على المسألة الديفورميشنز هتتكون ازاي شكل المساري الحركة لكل ايلمنت كأن انا برسم له خط سير يمشي فيه هل هو هيمشي في كأنه معادلة من الدرجة التانية كأنه كيرف كده او الكيرف يبين حاني ولا حاجة خطية كده زي التراسز مثلا الانيار يعني يبقى الفكرة في استيب رقم اثنين ان انا اللي هفترض خط سير او خط سير لكل انصر هفترض دلة هو بيتحرك من خلالها كأنه عمل له مصهار زي قضيب القطر كده انا بعمل قضيب والقطر بيمشي عليه خلاص هو محكوم بالمصهار فانا نفس القصة يعني انا اللي هفترض المصهار لكل الاليمنت وبعدين هو بيتحرك من خلال المصهار فطبعا انا مش هقدر مش هقدر افترض للعنصر الاكزاكت المصهار الاكزاكت لان صعب طبعا انا انا بفترض طالما فيه فرضيات وفيه وكده اكيد في النهاية الى انا هفترضها اكيد هتبقى مش هتبقى اكزاكت مستحيل لان انا مش عارف يعني ما عنديش كل البيانات الكافية انا مش هسأل وقول له انت عاوز تمشي ازاي او هتمشي ازاي وهيدليني لا انا بفترض وطالما بفترض بقى فيه السامشنز في النهاية هو ابروكسومت فبالتالي عمري يعني ايه ما هاوصل لكن انا بحاول اقرب من الايه من الاكزاكت فلو انا افترضت مثلا ان انا عندي فريم مثلا وعلي حمل افقي وعلي احمل يونيفورم رأسي فبعد شوية هلاقي فيه ايه هي اي داش وبيه هي بي داش لانت طبعا هينجد وبعدين هلاقي سي راحت لسي داش ودي راحت لدي داش وطبعا حصل وحصل انحناءات بالشكل اللي قدامي ولاقي نقطة سي مشت افقي ونزلت رأسي وحصل روتيشن الزاوية اللي كانت مثلا فيها ضلع افقي وضلع رأسي لفت شوية والمنبر سي داش دي داش اصبح يعني خد شكل جديد اذا انا قرنته بيه هو ده اللي نقصده اللي انا عاوز اجيب للمنبر سي داش دي داش طبعا انا هكون عارف سي مشت قد ايه افق ورأسي وحصل روتيشن قد ايه ودي داش برضو مشت قد ايه افق ورأسي لكن لو انا عارف الحركة بتاع سي اللي وصلتها لسي داش والحركة بتاع دي اللي وصلتها لدي داش اوصل بينهم بخط لأ ممكن الخط ما يبقاش مناسب طب ايه العلاقة فقا اللي هتوصل ما بين سي ودي داش هيدي عبارة عن الـ اللي هي العلاقة اللي ان اقدر اعمل وقدر اجيب بمعلومية الحركة عندي سي ومعلومية الحركة عندي دي اللي هو المسافة اللي بينهم اللي من سي داش الى الى دي داش فطبعا انا لو اخدت بيم المنت يعني كمثال فانا عندي في البيم زي طبعا بنهمل الاكسيال فبقى عندي فيه شير وعند مومنت والنود التاني عندها شير وعند وعندها مومنت وبالتالي عندي فيه 2 ديجريز اوف فريضم اللي هو الديفليكشن وروتيشن عنده واحد وعند اثنين وهفترض ان البيم الافقي ده بعد شوية هيحصل له دوفورميشنز وهيبقى فيه كيرف ولكيرف ده انا نكاتب عليه ايه دوفورم تشيب وهلاقي ان اي نقطة على الكيرف اتحركت مسلا ديفليكشن ومسافة مسلا سي اه اف اكس هنا انا بقول في اف اكس انا طبعا احنا احنا قاعدين ان دايما الاتجاه واي هيبقى الحركة معاه اسمها في طبعا يعني واحنا شغالين لوقات الساعات هنقول في وساعات الدي واي فمش فارقة دي واي عن حركة فتجاه واي وولبي يعني الحركة فتجاه واي برضو وساعاتها تلاقينا نقول على الزاوية ثيتا وساعات هنقول عليها فاي لكن في النهاية يعني ايه نخلي بالنا انه واحد يعني الرمزين بيوصلوا لنفس النتيجة فانا بقول ان اي نقطة اتحركت فاتحركت لاعلى او لاسفل على حسب هذا دايما بنفترض الحركة في الاتجاه الموجة فانا اقول اي ان انا عاوز قيمة الفي عند اي مكان اكس هفترض ان انا ابتديت من عندي نود واحد ماشي لغاية نود اثنين لو الممبر طوله ال يبقى اكس بتتغير من سفر لغاية ال يبقى انا عندي في اوف اكس اللي قيمة الدلة عند الايه عند المسافة اكس ففي الحالة دا انا محتاج اجيب دلة اسمها في اوف اكس الدلة ديت اقدر عن طرقها لو انا عوضت باكس اقدر رحسب دفليكشن في اي مكان من زيرو لغاية لغاية الال طيب والروتيشن اللي هو الروتيشن عند اي مكان طيب ما هو الروتيشن عبارة عن ايه لو انت بسيط للدفورمت شيب دوت لو اعتبرنا ده يعني شكل عام كده يعبر عن الدفورمت شيب اللي يحصل للممبر نود واحد عندها حركة رقصية في واحد عندها روتيشن ثيتا واحد نود اثنين عندها حركة رقصية في اثنين عندها روتيشن ثيتا اثنين اه في اي نقطة in between طيبا هيبقى عند الدلة هي V of X القيمة V OF X يعني انا لما بعوض عن قيمة الدلة V OF X عند واحد يطلع V واحد ولما عوض بقيمة الدلة V OF X عند نود اثنين يطلع V اثنين اثنين الروتيشن عبارة عن ايه لو انت شفت كده انا واخد مسلا اخدت مماس في اي نقطة ممس وخدت مماس ونسبته للدي طعم اللي هو كان افق في البداية هلاقي الزاوية اللي اللي هو 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 عبارة عن التغير في الرأسي على الافق طيب التغير في الرأس اللي هو ايه اللي هو التغير في الفي يبقى اللي هو التغير دي في بق اف اكس دي في اف اكس اللي هي الدلة في اف اكس اللي هو التغير في الرأسي على التغير فين في الافق اهه يبقى انا ممكن من دلة واحدة اللي هي في اف اكس اللي هي الدلة في اف اكس اقدر اجيب الروتيشن بان انا بفاضل الدلة بالنسبة لكس يبقى انا هعمل دلة واحدة كفاية اجيب منها الدفليكشن وبالتالي لو فضلتها عند اي قيمة اكس اقدر اجيب الروتيشن في نفس المكان طيب انا هنا بقول ايه بقول اختار او اختار يعني ايه ديسبلسمنت فونكشن وزن اتش المنت يوزنج دينودال باليوز اوت المنت يعني انا هقدر اعمل ديسبلسمنت فونكشن تطلع لي الديسبلسمنت وزن الالمنت جوه الالمنت في اي نقطة داخل الالمنت بس عن طريق مين عن طريق القيم بتاعت الديسبلسمنت اللي عند النودز اللي هي نودال باليوز اوف دي المنت طبعا الدلة ده هي ممكن تبقى لينير لينير يعني ايه يعني دلة خطية بس الدولة الخطية دي يعني ممكن مناسبة شوية في حالة التراسز زي ما هنشوف لما ناخد الشابطة بتاع التراسز وممكن تبقى قادرتك يعني تبقى تربعية درجة تانية يعني وممكن تبقى كيوبك كيوبك يعني من الايه من الدرجة التالتة وفي النهاية كل الدوال دي دي يعني هما وجدوا من افضل نوع من انواع الدوال اللي ممكن اعمل بيه اللي هي الدوال البولونوميالز اللي هي كثيرة الحدود يعني حد زائد حد زائد حد وهكذا. وقالوا ان هي يعني مناسبة وسهلة يعني اللي هي الدوال البولونوميالز فانشن سوء كثيرة لينير كوادرتك كيوبك بتبقى سيمبل وبتدي نتائج كويسة. طيب خلاص خلينا بقى ايه نفترض ان احنا خلاص. هنعمل دلة. هفطر الدلة. فانا هفطر الدلة للدفليكشن. في اي مكان اكس على طول الكاميرا من نود واحد لنود اثنين. فهم يقول في اوف اكس. يعني الدفليكشن فانكشن في الاكس. يعني بيعتمد على المكان. هيوساوي اه انا عملت دلة بولونوميال. اده تيرم زائل تيرم اربعة تيرميز. اربعة اربعة حدود. ماشي. بقى انا حققت الدلة البولونوميال. طب اعلى حد فيها القص بتاعه كام? القص تلاتة. دي بقى الدلة دي هات ايه كيوبك. دلة كيوبك. طبعا هنعرف دلوقتي ليه اربع حدود. وليه في حد منهم بدون مش مضروف في اكس يعني. وفي جزء مضروف في اكس واكس تربيع واكس تكعيد. اه ده طبعا شكل الكاميرا في الحالة العامة. انا عندي بيم واحد اثنين. عندي تو دي وفي واحد يعني مش عاوزين نتلخبط احنا قلنا الرأسي اما ان انا سميه واي او في والروتيشن اما اسميه فاي او او فيتا بالمهم في الاخر خالص انا عاوز اجيب دلة اسمها في او اكس اقدر منها اعرف في اي مكان ولو انا فضلت الدلة بالنسبة للمسافة اقدر اجيب الروتيشن عندي نفس ايه عندي نفس المكان واحنا قلنا من شوية ان في دلة عبارة دلة وفيها اربعة حدود والحد الرابع منهم الواحد وكده مش مضروف في مش مضروف في اكس لكن هما طبعا طالما الموضوع بقى في فرض وان مفيش حاجة اجزاكت وفعشان يخلونا نفطرد دلة يعني تكون قريبة من الواقع وكده فحطوا ايه جايد لاينز ادونا جايد لاينز فبقول كونسيدر الى تقنقون الى الانزالة احتادون الى الى الانزالة يعني الكلام اللي جاي ده هيبقى مناسب مع الالينزالة زي البيمز والفريمز والترس لكن طبعا في الـ 2dできلا النجاح ايكيد الكلام ده مش هينفع واكيد هيبقى فيه اسلوب تاني او فيه عبروش تاني نقدر نعمل بيه الـ فانكشن. اذا فيه جايدلاينز اربعة. بس الاربعة دول زي بيقول يمشوا مع مين؟ مع مع اللاين المتس او الفار ايه الفار ايه. نشوف الجايدلاينز الانها مهمة جدا ونحاول ان احنا ايه نحققها وكده لان تحقيقها هيخليني ايه اه يعني النتائج تبقى قريبة من الواقع. اول اول جايدلاين بيقول ايه الدواء اللي الشائع استخدامها بتكون بولونوميالز كسيرة الحدود طب واحنا طبعا ايه محققين الكلام دوت كويس. وبيقول ايه بقى طيب انا عندي فيه ايه واحد وايه اثنين وايه ثلاثة وايه اربعة. طب ليه اربعة? ليه اربعة اربعة ترمات ايه واحد لغات ايه اربعة? فبيقول ان ايه ايه يعني ايه 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 دي بتربز لعدد الايه. اه حيصو الاي بيسوي total number of degrees of freedom. اه انا عندي هنا two nodes. في البين فيه two nodes. نود واحد ونود اثنين. وكل نود عندها two degrees of freedom. عندها دفليكشن وروتيشن. دفليكشن وروتيشن. يبقى عندي total number of degrees of freedom. في البيم المنت القدامي هيبقى اثنين في اثنين بكام باربعة. يبقى لازم يكون فيه في الدلة اه براميترز اللي هي من ايه واحد لغاية ايه اربعة. طيب كويس انا بحقق الكلام ده. طيب الشرط التاني. بيقول ان الدلة should be continuous within the element. لازم الدلة تكون مستمرة داخل الاليمنت. يعني يعني وزن الاليمنت اللي هو من نود واحد لنود اثنين زي ما احنا شايفين في السيمبل بيم. لازم يبقى فيه continuity. لازم يبقى زي الخط اللي هو الدوتد. ماينفعش الخط اللي هو السولد. ليه؟ الخط السولد مش مستمر. فيه حصل فيه ابراب تشينج. فيه تغير فجائي ماينفعش. لا. انا محتاج ان يبقى فيه continuity within the element. كويس. يعني في الغالب البرونوميا اللي هتقالي الكلام ده. طيب نيجي للشرط التالت بيقول ايه؟ بيقول ان المفروض ان الدلة اللي انت افترضتها تتحقق الcontinuity بقى مش وزن الاليمنت بس. لا. ده بين الاليمنت واللي جنبيه. اللي هو الانطر element continuity. يبقى فيه continuity ما بين العناصر. يعني مثلا في بداية المسألة او الجسم اللي قدامي ده. انا مثلا ااا قسمت العناصر. لكن ال جسم ده كان متصل قبل ما يتقسم العناصر كان جسم continuous حتة واحدة كده. يعني ااااا. يعني. ما تريال واحدة وجسم واحد. اااا. مش معنى بقى ان انا قسمت العناصر. وبعدين العناصر متصلة ببعضيها عند الاجز وعند Well palm et Тем. وبعدين احل المسألة بحل المسألة اللي اهم انفصلهم عن بعض لا. مينفعش. مينفعش مثلا بعد بحل المسألة وعندي فيه two elements ألاقي فيه فراغ أبيض كده فيه جاب ولا ينفع يبقى فيه overlap إن الاتنين يدخلهم عند بعض لازم الخط اللي بينهم يفضل برضو يعني يفضل الوصلة بينهم تبقى موجود ألاقي two elements متوصلين ببعض لا فيه تداخل overlap ولا فيه جاب ومفيش بينهم جاب الكلام ده لازم يتحقق واضح من الشرط التاني والشرط التالت إن العنصر لازم يكون في استمرارية داخل العنصر واستمرارية بين العنصر والعنصر المجور ليه قالوا إن الشرطين دول لو تحققهم بنقول على الدلة إن هي compatible compatible يعني المتحقق أو بنقول عليها confirming function يبقى لو سألني سؤال قال لي يعني إيه compatible function أو confirming فمعنى إن الدلة compatible أو confirming إن هي إن في continuity زي الشرط التاني ما بيقول within the element و enter element continuity وفي بين elements وبعضيها في continuity يعني ما فيش جاب ولا ولا overlap آخر شرط الشرط الرابع شرط مهم جدا ويمكن إحنا يعني كنا قدمنا لي قبل كده في بعض المحاضرات الشرط بيقول إيه بيقول إن المفروض إن من الجهيد لائنز إن الدلة اللي أنا أختار معاً ليا displacement function allows for rigid body motion تسمح بrigid body motion إحنا عارفين rigid body motion اللي هي constant motion constant motion ما بتعملش انفعال ما بتسببش انفعال الجسم ماشي كإنه rigid بيمشي بيتنقل مسافة بيلف بزاوية لكن ما بيحصلوش deformations يبقى أنا قلت قبل كده لو أنا عندي straight bar وعلي uniform load وماشي في الهواء كده فاللود بيحركوا ويفضل ماشي ماشي مسافة مثلا سي دلتا واحد لقي كل points بتاعت بتمشي نفس القيمة اللي هي دي واحد كأنه rigid body وده كون constant motion بتالي ما يحصلوش حاجة أول ما يقابل يعترضو support زي اللي قدامنا في المنتصف هيبدأ يحصل هنا ايه deformations يبدأ يحصل انحناء يحصل bending الdisplacement relative اللي حصل عليها البندنج هي دي اتنين او دلتا اتنين يبقى أنا عندي هنا total displacement لأي جسم المفروض يكون عبارة عن مجموع جزئين جزء constant motion وجزء relative فالمفروض انا لما اجي افطر الدلة في اوف اكس مثلا لازم يكون جوه الدلة جزء او term يعبر عن rigid body motion وإلا تبقى الدلة نقصة تبقى الدلة نقصة ما تبقاش دلة كاملة وبالتالي بيقولوا ايه ان الدلة اللي بتحقق الشرط الرابع بتبقى complete function بتبقى دلة كاملة لان انت فعلا عبرت عن كل شيء حتى دخلت معاك الجزء اللي هو بيوصف rigid body rigid body motion فممكن برضو تسأل سؤال يعني ايه complete function يعني دلة فيها تاني ما يبقى عبر عن rigid body motion وطبعا لما بتبقى الدلة complete بيحصل convergence للنتائج للنتائج النتائج ما بتتبعتش بتتقارب والحل بيخلص وبينتهي وبتطلع نتائج كويسة الشرط فين بقى وفين العنصر في الدلة اللي بيعبر عن rigid body motion احنا قلنا rigid body motion يعني كونستانت كونستانت يعني لما فاضلها التفاضل يطلع بكام يطلع بسفر ففعلا لو انت مصدت في الدلة اللي هي V هتلاقي اخر ترم اللي هو A4 لو انت كنت فاضل للدلة بالنسبة لX فاخر ترم مش مضروف في حاجة فهيطلع بسفر لإيه؟ لانه كونستانت الترم A4 هو الترم اللي بيعبر عن rigid body motion بس في اتجاه V في اتجاه deflection طيب ما انا بقول انا عندي rotation وهو برضو المفروض يبقى فيه جزء يعبر عن بالنسبة للrotation طيب الrotation بيجي ازاي من ال displacement V ان انا افاضل الدلة بالنسبة لX لما اتفاضل الدلة بالنسبة لX هتبقى الX تكعيب هتبقى 3X تربيع والX تربيع هتبقى 2X والA3X هتصبح A3 اذا لما فاضلت الدلة جبت دلة جديدة للrotation بقى فيها ترم كونستانت اللي هو A3 اذا الA3 يعبر عن rigid body motion بالنسبة للrotation ليه؟ لان لو فاضلت تاني هيطلع تفضله بالسفر طيب تعال نشو بقى ايه؟ خلص احنا افترضنا دلة V polynomial cubic عدد الترمات بتاعها بتساوي عدد degrees of freedom من total 2 عند 1 و 2 عند 2 يعني 4 فيها جزء A4 يعبر عن rigid body motion انا عاوز بقى اجيب الدلة عاوز اتخلص من A1 و A2 و A3 و A4 و اجيب القيم بتاعتهم عشان يبقى الدلة عندي مفيش فيها مجاهيل طيب نجيب A4 عن طريق مين؟ عن طريق boundary conditions ايه هي boundary conditions؟ يبقى لازم يكون عندي أربعة boundary conditions عشان اجيب أربع مجاهيل اللي هما من A1 لغايت A4 ايه هي boundary conditions؟ boundary conditions هتكون عن دنود واحد وعن دنود اثنين طيب عن دنود واحد انا لو عوضت يبقى A вли يبقى Vx لما X0 طيب قيمة الدفليكشن عند نود واحد هيطلع هو مين هيطلع هو ال V1 هو الدفليكشن اللي هو في اتجاه ال Y اللي هو V1 طيب لو انا عودت عن X ب L يبقى روحت لنود اثنين يبقى ال V اللي هو الدفليكشن او الحركة الرأسية لما X تساوي L يطلع الدفليكشن او الحركة الرأسية عند نود اثنين اللي هو اسمه A اسمه V2 طيب هفاضل الدلة DV by the X التفاضل الدلة اللي هو الروتيشن طيب عند X بتساوي 0 يبقى الروتيشن اللي فين اللي عند نود واحد يبقى دقيمة الروتيشن طيب الروتيشن عند نود واحد اللي هو عند X بتساوي 0 هيساوي مين هيساوي الفي واحد يبقى ده الكنديشن التالت الكنديشن الرابع ان انا فضلت الدلة لدي V by the X يعني ده الروتيشن فعند X ب L يبقى ده الروتيشن عند نهاية المنبر عند نود اثنين والروتيشن عند نود اثنين هو عبارة عن مين عبارة عن في 2 طيب أنا عندي 4 conditions بس مرة بعوض عندي x ب 0 أجيب v و في و مرة أعوض عن x ب l أجيب v 2 و في 2 تعال بقى أنا عوض في الدلة اللي هي العامة اللي احنا فيها 4 حدود لما أحط v في 0 يعني x ب 0 هلاقي الترم الأولاني هيطير والترم التاني هيطير والتالت هيطير هيتبقى ايه 4 A4 وأنا عندي قيمة الدلة لما V كانت بصفر هي V1 الحركة V1 يطلع من هنا أن البرامتر A4 يساوي V1 أفاضل الدلة يبقى جيبتوا الروتاشن أعوض عن X بصفر لما أعوض عن X بصفر طبعا الترم الرابع خلاص هيطير لأن لما بتفاضل الدلة أصلاً اللي هو DV by the X يبقى A4 خلاص تشالت تشالت ويبقى A3 لوحده لكن لما تحط X بصفر يبقى الترم الأولاني والترم الثاني هيروحهم يبقى قيمة الدلة التفاضل بتاع الدلة لما X بصفر كان يساوي V1 اللي هو عند النود الأولاني يطلع يساوي A3 كده جبت أنا A4 وجبت A3 طب A1 و A2 هعوض مرة بقيمة الدلة لما X تساوي L وحط القيمة في V2 وعوض عن X بتساوي L يطلع لمعادلة في مجول في A1 و A2 طبعاً أنا عرفت A3 و A4 وارجع عوض عن عن التفاضل بتاع الدلة اللي هو الروتيشن اللي هو يساوي V2 في النهاية وحط X بتساوي L طلع لمعادلة تانية أحل المعادلتين مع بعض هجيب قيمة A1 و A2 يعني أنا جبت A1 و A2 و A3 و A4 أرجع أكتب الدلة مرة تانية بدلالة A1 و A2 و A3 و A4 شوف كده أدت دلة V أفتح قص مضروف في X تكعيب من اللي مضروف في X تكعيب اللي هو A1 يبقى كل اللي جوا القص ده ده قيمة A1 والقص اللي بعديه A2 مضروف في X تربيع والقص اللي بعديه A3 وإحنا مطلعين A3 تساوي F1 مضروف في X والآخر حاجة A4 كانت هي عبارة عن A عن V1 يبقى أنا كده جبت دلة يبقى هي دي معدش فيه مجهيل أصبحت كلها بدلالة اللي فيه 1 والV2 والفي 1 والفي 2 و X ليه؟ لأن أنا بعوض لأي من X يعني عاوز تحسب عند X بمتر ماشي حط X بمتر X بسفر X بثنين X بثلاثة لغاية X بثلاثة أجيب قيمة يبقى أنا أعضر من الدلة ده هي أرسم الدفورمتشيب اللي قدامي من خلال أن أنا أعوض وأجيب القيمة أعوض وأجيب القيمة وحط كل قيمة في مكانها ووصل يديني الكارب طيب أنا عاوز الروتيشن عند أي نقطة أفاضل الدلة أفاضل الدلة الأول أو V by D X أفاضلها وبعدين أعوض تاني أقدر أعمل جدول تاني في قيمة الروتيشن عند أي مسافة X طيب خلاص أنا أعاوز بس أبسط الدلة دي شوية وأكتبها في صورة يمكن أعيد ترتيب الدلة بتاعت ال V بدل ما هي مضروبة في X تكعيب و X تربيع وكده لأ أنا عاوز أخليها مضروبة في V1 F1 V2 يعني أعمل كده فيكتور للدسبلسمنت اللي هو V1 F1 V2 F2 وعيد ترتيب الدلة بحيث الجزء الباقي أحطه إيه أحطه الوحده في ماتريكس كده يبقى يطلع في الآخر خالص أن ال V سوي N1 وN2 وN3 وN4 مضروب في V1 F1 V2 F2 أنا طبعا لما اختصرت ورتبت وظبط لقيت ال N1 ده رمز بيرمز لمعادلة كبيرة وN2 وN3 وN4 بس طبعا عشان لو أنا كتبت دول كلهم هيبقى المسألة معقدة شوية فأنا اختصرتهم في صورة N1 وN2 وN3 وN4 وأصبح عندي معادلة N1 ومعادلة N2 ومعادلة N3 ومعادلة N4 طبعا الكلام ده مش معمول كده لا ده ده كان فيه وراء سبب لأنه هم اكتشفوا أن N1 وN2 وN3 وN4 دي حاجات لها معنى وبالتالي حطوها في الصورة اللي هي قدامنا طبعا تعال نجرب حاجة كده لو أنا رجعتي تاني لنفس المعادلة دي اللي هي صورتها في الآخر أن بتساوي متريكس مها N مضروة في اللي هو V1 V1 V2 V2 يبقى دي الصورة العامة البسيطة أن الـ displacement function لأي element بتطلع في النهاية متريكس اسمها N اللي عناصرها N1 وN2 وN3 وN4 في حالة الـ beam مضروة في الـ displacement اللي هي عنده نود 1 V1 V1 V2 V2 طبعا ناخد الكلام ده ونجرب حاجة كده طيب أنا عندي الـ V اللي هي displacement function بتسوي N1 وN2 وN3 وN4 مضروة في الـ V1 V1 V2 V2 طب تعال نجرب نخلي V1 بواحد يعني نخلي displacement الرأسي عند نود 1 بيونت كأنني بأثر بيونت ايه بيونت displacement رأسي عند النود رقم واحد زي ما احنا شايفين في الكاميرا اللي هي فاكس الاولانية جيت عند الـ beam فاكس والفوق ليه لان احنا بنقول دايما ان الاشارات المجابة في الفنات المنت بيبقى الفوق مجب يمين مجب وعكس عقارب الساعة بالنسبة للrotation مجب طيب لما انا حطيت V1 بتسوي طبعا بقيت الحركات بصفر هنا النود التاني ما تحرك عند الrotation بصفر وعند V2 بصفر والنود الاولاني برضو عند الrotation بصفر يبقى الحركة الوحيدة اللي حصلت اللي هي unit vertical displacement عند دونود واحد اللي هو V1 سوى والباقي بكام والباقي بصفر طيب نضرب بقى كده الصف اللي هو N1 N2 N3 N4 في العمود اللي هو V1 Phi1 V2 Phi2 تلاقي كله بيضيع ويتبقى لك في الاخر واحد مضروف في مين في N1 فيطلع ان displacement function اللي يسمها V بتسوي مين بتسوي N1 كأن displacement function بقى اسمها N1 يعني اقدر اقول بالراجعة كأن N1 هو صورة للV هو shape من ال shapes بتاعت V كأن يعني ممكن في الاخر نقول عليه shape function يعني لو قلنا على V ان هي displacement function هنقول على N1 او N2 او N3 او N4 او في الاخر نقول عليها نقول عليها N1 يعني حيث I ممكن تبقى 1 و 2 و 3 ان N1 عبارة عن shape function يعني shape function يعني شكل يعني N1 صورة من صور مين من صور A V يعني لو رجعت تاني للشكل العام اللي هو بتاع الدلة V ده الشكل بيونت ايه بيونت displacement يبقى اذا N1 هو شكل او صورة للدلة V بس بشرط ايه ان انا حطيت يونت displacement رأسي فقط والباقي بال ايه والباقي بصفار اذا النتيجة اللي احنا هنطلع بها ان N1 وال N2 وال N3 وال N4 ده بتعرف بان هي shape functions يعني هي صور او اشكال لل interpolation functions لل displacement functions بشرط ان انا كل مرة احط displacement من ال4 بواحد والباقي بال ايه بالصفار طبعا لو انا جيت مثلا سمحت بيونت rotation اللي هو 5 بتسوي 1 اللي هو التاني والباقي بصفار هلاقي ان V تطلع تسوي مين N2 ولو رجعت اثرت بV 2 بواحد هتلاقي ان ان V تطلع تسوي N3 وبعد كده N4 يبقى N1 N2 N3 N4 دي صور للدلة اللي هي V بس كل صورة بتتحقق لما يبقى في حركة واحدة باليونت وبقية الحركات بال ايه بصفار طبعا الكلام ده يمكن مرة علينا قبل كده لو عندي بيم فكس فكس وعملت يونت displacement عند support النود رقم 2 طبعا كل الحركات انا بافترضها في الاتجاه الموجب سواء كتروتيشن او displacement واحنا قلنا في النهاية النتائج لو طلعت عكس يبقى اشرتها سالف بكده خلصنا الستيب رقم 2 اخر بالنسبة للمحاضرة النهاردة يعني طبعا عندنا عدد الستيب 8 لكن احنا هنكتفي بتلاتة اخر الستيب بيقول ايه define the strain displacement strain displacement طيب انا جبت ال displacement من شوية ما انا جبت ال displacement function اللي هي V وقدرت اوصل في النهاية الى N V بتسو N1 N2 N3 N4 مضروف V1 V1 V2 V2 وعند خيم ال N هي دي displacement انا جبت displacement طالما انا جبت displacement اقدر اجيب منه اقدر اجيب منه اقدر عن طريق المدرس وفي الاسطسطي اربط ما بين الاسترس وما بين الاسترس طبعا يمكن احنا الاستبدي بسيطة جدا او يعني مش هتاخد وقت معانا لان احنا هنعرضها في الصورة المبسطة الصورة اللي هي الخاصة لو عندي par element فعندي par element طبعا هيتحرك في التجاه مسافة U طبعا لو انا شديته force tension عشان هيحصل له استطالة U انا عرفت displacement لو اسمت displacement على الطول الاصلي اقدر اجيب الانفعال المهم انا عشان اجيب الانفعال لازم يكون عارف مين الدلة U اللي هي shape function بتاع الترس مثلا او اكون عارف الدلة V اللي هي shape function بتاع B اذا من الدلة بتاع displacement اقدر اجيب strain ولما ما عنديش بقى stresis بقى sigma y ولا sigma z ولا الكلام اللي احنا اخدناه لو تفكرهم لما كان عندنا matrix 6 اللي هي d matrix لكن d matrix كان عندي في 6 اجهادات sigma x sigma y sigma z tau x y z لكن انا طبعا هنا انا بحاول ابسط الامور شوية بحاول اطبق ال على يعني المنط نكون انهينا المحاضرة 5 6 طبعا يبقى محاضرة في شرط 3 2 والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته